احنا عايزين نعرف السنة المروية دي اللي هي الحديثية في بيانها للتفسير القرآني اقول لك في التأسيس هناخد مثال في التأسيس وديني حكم فيه حكم ليس في كتاب الله وانما سيدنا النبي بيانه في حديث اخرجه احمد واكثر الفقهاء توقفوا عنده والقليل اخذ به زي المذهب القديم عند الشافعية والامام ابن حبيبنا المالكية ولكن اكثر الفقهاء توقفوا عنده احمد بن حمد نفسه رواه في مسنده وقال انا هو صالح الاسند عندي لكن لا اعرف ما وجهه برحمة وقف بهز بن حكيم عن ابيه عن جد اللي هو معاودة ابن حيدة الكشيري ان سيدنا النبي بيقول ان في كل سائمة من الابل في كل اربعين بنت لابون لا تفرق عن حسابها من اعطاها مؤتجرا من اعطاها مؤتجرا فله اجرها ومن اباها فاني اخذها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء الحديث بيقول اللي عنده اربعين جمل يطلع منهم جمل عمره سنة لوجه الله زكاة في كل اربعين بنت لابون ويكن اللي هيطلعها اللي هيخرجها وعنده طلب ورجاء ونية ان ربنا يديله اجر ربنا يديله اجر ولكن اللي مش هيخرجها فاني اخذها اي عنوى وشطر ماله ونص ماله زيادة غرامة هنا الفقهاء توقفوا قالوا هناخد نص ماله غرامة فبعضهم قال لا نفسر نص ماله اي الزكاة اللي واجب اخراجها ومقدر نصفها كمان غرامة مش مقدر نصف ماله نعم فغيروا التفسير الى نصف ما يجب اخراجه من الزكاة يبقى الزكاة ونص بدل ما يطلع الزكاة 2.5% لا يطلع 2.5% زائد واحد وربع اضافي كغرامة ده عشان اتأخر الحمد بن حمد اهله لله الحديث صحيح الاسنات لكن لا ادري ما وجهه خد حديث تاني اللي حضرك حافظه وكل مشاهدين الكرام حافظينه اللي رواه البخاري مثلا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب يعني كل حط شجرة النسب ما يحرم عندك ايه مثله من الرضاع في الرضاع طيب خلفته ستين عائشة في رواية وكتير من الفقهاء وان لما يكون الزكزنبو ايه مخلي التحريم من جهة اه الام ما تخليش التحريم من جهة اه الاب الذي هو زوج الام هواش اب يعني انا اعرف ام من الرضاع المهم بسألها خلافية لكن الحديث اللي هو الفارق اللي رواه البخاري عن ابن عباس من بدل دينه فاقتلوه القرآن الكريم ما أمرش بالقاتل فيعتبر ده حكم تأسيسي حكم جديد ما ده حكم جديد تأسيسي طيب الحكم التأسيسي ده هيبقى له حجيته ولا ممكن يدخل فيه الفقه والفقه له أنه يؤول أو يعمل به فيبقى فيه رأيين وجود رأيين رحمة لكن لو انت قلتلي الحديث الماروي زي القرآن هتخلي الناس اللي مؤمنة بأن الحديث الماروي الأحاد زي القرآن المتواتر خلاص يبقى أنت مخالف وطبق لمن بدل دينه فاقتلوه لكن لو انت قلتلي أن الحديث الماروي أحاد وقابل للاكتهاد هتفاجأ بأن عمر بن الخطاب فقيه عصره صح ولا غلط والإمام الثوري والإمام النخعي دول من كبار التابعين قالوا لا من بدل دينه فاقتلوه أي من بدل وطنه وخرج إلى الأعداء فقاتلوه لكن مش من بدل دينه عقدته لأن عقدته لا إكرهها في الدين تمام لكن في النهاية لم يختلف أحد من العلماء في أن الحديث طالما أنه ثبت فله إلزامية إلزامية التصديق به لأنه وحي إلهي شأنه في هذا الجانب شأن القرآن الكريم لكن حضرتك بتتحدث عن طريقة التصديق وطريقة الفهم لا 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 لأسنن أنت اليوم تلزمني بالتصديق بالأحد إزاي لحظة لو ألزمتني بالتصديق بالأحد وخليت إلزاميتي بالتصديق به كإلزاميتي بالمتواتر إلزاي القرآن الكريم يبقى أنت فرقت ما بين أمرين مختلفين يعني أو أنت جماعت ما بين أمرين مختلفين في شيء واحد طيب الذين ينكرونه ده أكثر الفقهاء قالهم هنعتبره فاسق وليس خارج عن الملة تقوم سيادتك تجن هنا نقول بأن هو زي زي كلانا أنا بتحدث من قال من نازع في حجية حديث الأحاد نازع فيه من أي جهة قال يطبق في الشرعيات ونتوقف فيه في الاعتقاديات أليس كذلك لكنه أخذ هذه المسألة أعتقد درست وتدرس في الأزهر في حكم مرتبة السنة من القرآن مرتبة السنة من القرآن نعم أحكي لك كلام الفقهاء السابقون أنا عارف كلام الفقهاء السابقين أنا عارفه فلكن أنا هذه هذه المسألة مسألة حجية خبر الأحاد خبر الأحاد مثل مثل أي خبر آخر طالما ثبت الطريق المروي منه فنحن نأخذ ونعمل به لأن القبلة الناس غيرت قبلتها عندما جاءهم شخص واحد أخبرهم بتغيير القبلة فحولوا وجهتهم إلى القبلة الأخرى صلى على رسول الله أنا أبقى تأسف ليه؟ لأن تغيير القبلة الوقتي أصبح شعب عن شعب ومش محتاجة حديث الوقتي يسأل أي حد هيقول لك قبلتنا هي الكعبة المشرفة مش قبلتنا في الصلاة إلى بيت المقدس بيت المقدس يزار من المساجد الثلاثة لكن القبلة خلاص عرفت عن طريق التواطر المعنوي اللي وصلنا العملية لكن المرويات لما تقول لي أنا بلزمك بي حجيتها لا حجيتها دي مسألة تترك لأهل العلم ومن حق أهل العلم ده في جمهور الفقهاء أولوا وتوقفوا وامتنعوا عن كثير من الحديث الأحد وكثير من الفقهاء أخذ بحديث الأحد إذن مسألة خلافية ما جيش النهاردة في حالة النهاردة وحسمها طب أنا لازم أذكر سيدا المشاهدين بما تعرفه سيادتك في حكم حجية السنة أو مرتبة مش مرتبة السنة من القرآن اليام الشاطبي اللي مات 790 هجرية اليام الشاطبي أبو إسحاق الشاطبي صاحب الموافقات قال إن السنة دي مرتبة تانية عن بعد القرآن الكريم واستدالي بحديث معاز في أحمد لما بعته لليمن بما تحكم يا معاز قال له كتاب الله فإلى ما تجرف بسنة رسوله قال له إيشوفت قد الترتيب تعال بقى شوف العكس العكس هذكر لك الإمام الأوزاعي اللي مات 157 هجرية قال الكتاب هو الكتاب مش كتابي مش كلامي كلام مين؟ الأوزاعي الكتاب لو قرآن الكريم أحوج إلى السنة من احتياج السنة للقرآن نعم والإمام ابن عبدالبر اللي مات 400-400-2002 هجرية طيب سواء ها طبعا هزا المساعد نعم ما أنا بقول لك ها مسألة خلافية هاي تمام الإمام ابن عبدالبر اللي مات 400-400-2002 هجرية قال بأن السنة حاكمة على القرآن الكريم نعم ليه؟ لأن السنة هي الفايصل على القرآن فهي اللي توجه تفسير القرآن وتوجيه القرآن كيف يكون فإذا ما تاخدش الحكم من القرآن خد الحكم من السنة لو وجدت السنة فيها دي قول ربنا ولا قول ابن عبدالبر وقول الأوزاعي قول ابن عبدالبر وقول الأوزاعي تمام لما أدموا رأيهم أدموا لأنه رأيهم ولأنه رأي الدين رأيهم خد الإمام الشاطبي خلي العكس وقال لا القرآن أولا ثم السنة ثانيا قال القرآن أساس لأن القرآن هو الذي أثبت مصداقية النبي صلى الله عليه وسلم ونبوته أنا عايز أوصل من خلال نعم نعم إن المسألة العلمية التي تقوم على الاحتمالات لا يجوز لأحد إنه يحسم الاحتمالات ساحتمال واحد ولكن العلم والأمانة تقتضيان إن إحنا نذكر الاحتمالين ونسيب قناعة الإنسان لأن ربنا لما أنزل كتابه والدكتور عبد حي فكرنا بهذه الآية وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم نعم يتفكرون نعم لازم يفكرون أنا مش بقوله عشان أقولك تلزم بيقولوا بس وقت الحق